اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سورة محمد صلى الله عليه وسلم نثلت يوم العيد في المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم توفي ولده عبدالله والرسول له سباة اولاد اربع بنات زينب رقية مكلسون فاطمة سيدتهم ثلاثة ذكور قاسم وعبدالله وابراهيم قاسم هو الكبير عبدالله هو طيب وهو طاهر من لم يتبحر في سيرة يجعلهما ولدين فيقول ان المصطفى له ثمانية اولاده ولكن الطيب هو الطاهر كلاهما لقب لعبدالله لانه هو المولود بعد النبوة سموه طيبا وسموه طاهرا لهذا ما كان لا نبي بعده اولاده ذكور ماتوا في استغر جميعا لانه خاتم النبيين ولو عاش اولاده لكانوا انبياء ولا نبي بعد محمد فلما مات عبدالله يوم النحر قال ابو جهل او امية ابن خلق او الوليد ابن المغيرة ان محمد هذا مبتور من كل خير كل ولد ذكر رجعه يموت فقط هذا لا يرجع خيرا فحسن المصطفى لهذا فانصلت عليه هذه الصورة وهذه الصورة كالتتمة لما قبلها والمقدمة لما بعدها ذكرى صورة عدو المنافق الكافر الذي مضى في صورة المعون وصفها بثلاثة اوصاف من البخل وترك الصلاة ومن وحق الله في ماله امر النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الكوثر اعطاء الكفير وامره بالصلاة جب ذلك وامره بالنحر اي هو له الخير الكفير فليعطي كثيرا لا يكون كرجل البخيل وليصلي لربه لا يكون كرجل الذي ترك صلاة وينحر يتصدق لحمد قضاحي لا يدخل لا يمنى وحق الله في ماله وقد تقدم من صورة الظحى الهنا كل صورة اكرم الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة كرامات في وضحى تقسم الله تبارك وتعلا انه ما ودعه وما قلاه والآخرة خير له من الولى هذه ثلاثة كرامات وفي آخر سورة لم يجدك يتيما فآوى وجدك ظالم فهدى وجدك عائلا فأخنى هذه ثلاثة كرامات ايضا وفي سورة الشرح المصر لك حضرك وضعنا انك بسرك وضعان بسره ورفع ذكره ثلاثة كرامات وفي سورة اقرأ وصفى عدوه امره بالقراءة وان عدوه مغلوب فيدعو ثبانية اعطاه القرآن وقهر عدوه وناداه لسجود والقرب من الله وسجد واقترب وفي سورة القدر اعطاه ثلاثة كرامات اعطاه ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر لأن ليلة القدر فيها ثلاثة كرامات تنسل الملائكة والروح فيها سلام وصورة لم يكن اعطاه ثلاثة كرامات جعل عدوه شر البرية الذي هم اليهود وجعل امته خير البرية وعطاه جنة ورضوان وصورة الزلسلات اخفر ان الارض تشفي امته صلى الله عليه وسلم بما قاموا بها من عمال الخير وانهم سيتفرقون من المحشر ويرون عمالهم ويفرحون بذلك وان مصقال زرة من خير عملوه يرونها ثلاثة كرامات واقصم بالعاديات خير نبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم ثلاثة اوصاف والعاديات الضبحة فالموريات قطة فالمغيرات صفحة وذكر في سورة القارعة ان امته في اسة اراضية وان مواشنهم ثقيلة وان عداءهم في نار حامية وفي سورة التكاثر قال ان عدوه سيرون الجحيم يرونها عين اليقين ثم لا يسألون عن النعيم سورة العطر كل ناس في خسر الا امته وصفهم بثلاثة اوصاف الذين امنوا وعملوا الصالحة وتواف بالحق وتواف بالطب وفي سورة امسة وصف عدوه بثلاثة اوصاف زميمة ان عدوه لا يخلد فانه سيدخل الوطم وستوصد عليه واهلك عدوه الذي تعرض لمكة بثلاثة انواع جعل كيلهم في فضليل وارسل عليهم طيرا ابابي ترمين بهجارة من سجيل وجعلهم كعص ماكول وصورة الماعون جعل عدوه بخيلا يمنع طعام اليتيم وتاركا لصلاة وتاركا لحق الله في ماله لما اكرمه بثلاثة كرامات في كل سورة من هذه السور خاطبه انا عطيناك الكوسر ما هو الكوسر قال الرسول انه حوض في الجنة من شرب منه لا يزمه ابدا واول من يترب فقراؤه هذه الامة من المؤمنين قد نسوا فيهابهم الذين لم يثوب اليه بالمنعامات فلما سمع لما سمع عمر بن عبد الازيس بهذا الحديث جعل ثوبه الذي يلي جسده وسخا دائما لا يغسله ليدخل في هذا والكوسر هذا الحوض أو الكوسر الخير الكثير المبالقة في الخير هو الكوسر الخير الكثير البالغ لأقصى حد هو الكوسر ما هو هذا الكوسر قيل القرآن ومن يغسل حكمة فقد أوتي أخيرا كثيرا قيل الإسلام الذي عم عالم وقيل أولاده صلى الله عليه وسلم دريته وهذا أنصب لسبب النزول لأنه مات ولده فعيروه بفقدان الأولاد فعطاه الله أولادا كثيرة لم يترك إلى أولاده من فاطمة بنت الرسول ولا تحل بقعة في العالم إلا ووجدت شريف منتصبا إليه صلى الله عليه وسلم عطاه خيرا كثيرا وكلهم مباركون أو الخير الكثير أتبعه صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه في دينه وهو أكثر عدد يتبعه النبيا قالت تناكحوا تناسلوا فإني مكاشر بكم الأنبياء يوم القيامة يقول رسول صلى الله عليه وسلم بيننا نحن في القيامة صلاة جماعة كبيرة صدة في الأفق فكل الأنبياء يتطاولون يرجو أن تكون أمته إبراه الخليل موسى الكليم كلهم يطمعوا في هذا فرأيتم غرا محجلين قلت قلت أمتي ورب الكعبة فإذا هم أمتي فدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب فإذا طلعت جماعة ثلاثة عداء في الجماعة الأولى فطلعوا هلو نعم هلو نعم ثلثة أهل الجنة الذين يطلون الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون من هذه الأمة المحمدية فالخير الكثير أتباعه محمد الذين دخلوا الجنة بسببه صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي أعطاه الله له صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه القرآن أو الخير الكثير بعدما كان آدم أول من نصر عليه الكتب كتب آدم ما هو كلمات فقط فطلق آدم من ربيه كلمات كتب إبراهيم الذي ذكرنا آنفا كلمات فقط وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كتب موسى معي صحف فقط صحف كأولاء الجرائب صحف موسى وإبراهيم وكتاب محمد كتابا مهيمنا على جميع الكتب استغرق جميع ما أنصر الله من كتب وهذا كل ما عند الأنبياء من المعجزات عند محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر كان للنوح سفينة نجاه من الغرق هو وأسباؤه كان محمد يوما حول نهر بجانبه أكرمته بجهر قبل إسلامه فقالوا أسلم قال هتا ياكي كذلك الحجر الذي وراء النهر قال الرسول يا حجر فاللبى آتني فخاص في الماء ولم يخرق حتى وصل إلى المصطفى ما تشهد لي أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعته النبي قال لي أكلمة ما يكفي هذا قال هتا يرجع لمحله فرجع إلى محله واتفق الرفيه هذا أخرب من سفينة نوع ونار إبراهيم احترق صبي أتى حمى الحرق جميع جسده فالطفل فيه المصطفى فصار كأنه يحرق نار إبراهيم بردا وسلاما قبل أن يمسه ولكن هذا احترق بالماضي ورجع كأنه لم يحرق هذا أخرب من نار إبراهيم وموسى فرق البحر ومحمد ثق القمر فوق السبب أسرارات ودعونا مين له الحديث وكان يصبح له الجبال ودوابه محمد أخذ قبلة من الحصدى صبحت في يديه حتى سمع الناس كلا ووضعها في يد أبو بكر فصبحت وفي يد عمر فصبحت هذا أخرب من تصبيه الجبال مع داود هو سليمان صخر الله له الريح عدوى شهر ورواه شهر المصطفى أتاه البراء وتجاوز صبا تباق في أقل من ثانية فلهذا خاطبه الله تبارك وسهلها بقوله إنا أعطيناك الكوفر استفقى هذه السورة إنا أعطيناك لم يقل آتيناك لأن العطاء تفضل فقط والإيتاء ربما كانت تفضلا وربما كان غير تفضل أتينا داود ومحمد أعطيناه لنعلم أن هذا عطاء ليس بشيء ليس في مقابلة أي شيء والكوفر نهر في الجنة أو خير كثير أوطيه الرسول فصل لربك ثلاث عيد النهر وانحر نسوكك إن شانعك مفجدك هو الأبتر والعطاء إذا أعطيت إنساناً شيئاً وطلبت منه شيئاً فيقنى أنك لا تسترد عطاءك إذا وهبت لإنسانك ويخاف أنك تأخذ منه العطاء بعد ذلك وكلفته بشيء بعد العطاء يأمن من أن ثلث العطاء كأنه جافات ليعرف المصطفى أن أعطاه دائم لا يصلب كلفه ثلث لربك وانحر أعطاه شيئاً ولكن كلفه في مقابلة العطاء شيئاً يأمن من ثلث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر